في الوقت الذي يظن فيه بعض الأباء والأمهات أن جلوس طفلهم أمام شاشة الكمبيوتر في هدوء والإطمئنان إلى أنه يلعب في أمان تكون هناك العشرات من المشاعر السلبية التي تتولد في نفس الطفل جراء هذه الألعاب فتحت رغبات الطفل وإصراره يرضخ الأب والأم لتلبية ذلك حتى أصبحت غرف الأطفال تعج بالألعاب منها ما يعمل بالكهرباء ومنها ما يعمل بالليزر أو الذبذبات وللأسف لا يدرك معظم أولياء الأمور مخاطر وتبعات هذه الألعاب خصوصا عندما يصاحب ذلك سوء استخدام من قبل الطفل للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الاختصاصي النفسي الدكتور علي حميد دكتور يسعى الصباحك أهلا وسهلا لك معنا دكتور إذن ما حجم هذه المخاطر استخدام الألعاب الإلكترونية بالنسبة للأطفال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة في زمن المعاصر الكثير من التقنيات التي الآن أصبحت متيسرة ورخيصة وممكن الحصول عليها بحيث أصبح تداولها شائع جدا ومما يؤسف له استخدام أي تقنية قد يكون استخدام حسن ومفيد ولكن قد يكون هناك إساءة في الاستخدام طبعا مما يؤسف له أنه الكثير من الشاشات التليفون والكمبيوتر أصبحت الآن بمتناول أطفال وبعمر مبكر وهذا طبعا يعرضهم إلى مخاطر وإلى كثير من الحاجات التي حقيقة لا يجب أن يتعرض لها الطفل في هذا الأمر المبكر نعم نسمح للطفل أنه في أوقات معينة أو أوقات محددة أنه يشاهد التلفزيون ويشاهد أفلام الكارتون حتى الألعاب الإلكترونية التي موجودة على شاشات التليفون أو على شاشات الكمبيوتر الكثير من أدهق لا يخلو من فائدة ونأخذ منها تعليمية نوعا فيها نوع من التعليم فيها الأبوين الذين يحرصون على أن ينتقون هذه الألعاب وما يناسب عمره الطفل وخصوة الألعاب التي لا يوجد منها مناظر الدم أو مناظر العنف وما فيها الحاجات المؤذية التي لا يجب أن يتعرض لها الطفل حقيقة بعض القوانين في بعض الدول تمنع دخول بعض الألعاب التي فيها مناظر القتل مناظر الدم ومناظر استخدام السلاح والعدوانيين لأننا نعود الطفل ونعلمه ونعرضه وهذا بالتالي بعد فترة من الزمن راح الطفل يصير على نوع من اللا أبالا من هذه المناظر زايدا هو راح يتعلم تقنيات وراح يتعلم أساليب حل النزاعات والمشاكل بالعنف والضرب واستخدام القوة وهذا الشيء ما نريده طبعا أبدا زايدا هناك تعرض طبعا الزايد إلى الإشعاع اللي صادر من الشاشة الجلوس لفترة طويلة العزلة اللي راح يمارسها الطفل اللي احنا دعنا نفرضها للطفل أنه الطفل راح يبتعد عن التفاعل مع أقرانه مع الناس وكأنه ما يكون متوحد مع هذه الشاشة فكأنه احنا نخلق عند الطفل حالة من العزلة وأحيانا الأبوين خاصة أن يكونون مشغورين في دوام وفي مشاغل الحياة يعتقدون أنه فتح التلفزيون والكارتون والألعاب الإلكترونية هي أحسن له حقيقة في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة قد تكون الألعاب الإلكترونية أحسن كثيرا من الشارع أحسن كثيرا من الرفقة السيئة أحسن كثيرا من الأجواء اللي يتعلم فيها الطفل الكثير من العادات السيئة لكن هي أيضا بها سلبيات أكيد وبما أنه نقدر ننتقي ونقدر نختار الألعاب ونختار الحاجات التي نسمح للطفل أنه يلعبها أو يمارسها أو يتعلم عليها لأنه أولا هناك تحديدات العمر ثانيا أختار للطفل ما ينمي مواهبة ونمي عقليته ونمي قابلياته ونمي المنطق واللغة وإلى آخره كثيرا من الألعاب فيها تحديات فعلا تضيف مساحة كبيرة إلى إمكانيات الطفل دكتور اختاريت الألعاب واختاريت إلى المساحة واختاريت لك كل شيء أعتقد أنه هو مناسب هنا حتى نخرج من دائرة الخطر كم الوقت المناسب للطفل لتركه يلعب هذه الألعاب الإلكتروني هنا تحدث عن ساعة ساعتين تلافع أو كم من الوقت مما يسف له أنه خط هذا التحديد هو عملية صعبة حقيقة صعبة جدا أنا أمو أعرف صح ولكن أعتقد أن أطفالنا هناك مبالغة جدا جدا في تعريضهم إلى هذا الموضوع ولساعات طويلة وطبعا ياريت هذا التعرض يكون إلى كتاب إلى قراءة إلى معلومات مفيدة فنضيف لهم إمكانيات ومساحات معرفية هائلة طيب دكتور ما يحبون الكتاب من يشوفون الآيباد أو الكمبيوتر أو الموبايل يفضلون بكثير عن الكتاب كيف يمكن أن نبعدهم نوعا مع العمل الكتاب هذا بحذة هو موضوع هائل يعني فيه حقيقة ما يسمى العزوف عن القراءة والعزوف عن الكتاب أيام زمان كان الناس يفخرون بكمية الكتب اللي يمتلكوها ولقاريها إحنا الطفل إذا ما نعود من أمر مبكر على أنه نمسك القلم والدفتر ويبتدي لون ويبتدي نحببه إلى الكتاب ونحبب الكتاب إلىه أنه نجيب له قصة ونقراله من هذه القصة يوميا إذن إحنا نخلق علاقة إيجابية بين الطفل وبين الكتاب وبين القلم حتى نحبب هذا الموضوع له واقعي الحال نحن نجيب لعبة الكترونية الآيبادات وغير ما نذكر أسماء كثير من الألعاب هاي مخصصة حتى الأطفال فيها كم هائل من المواقع والألعاب نفحصها ونشوفها نشوفها كثير من أدهيه بس من جرد تمضيت وقت ما بها حقيقة فائدة حقيقية تضيف إلى عقلية الطفل أو إلى ذكاء أو إلى أمكانياته أنا أشوف العكس هو الحقيقي يعني الإصراف الزايد ومسألة تحديد الوقت هاي مسألة نسبية حقيقة لكنه الإصراف الزايد في استخدام مثل هذه التقنيات يؤدي إلى نتائج أكسية تماما يؤدي إلى أقل من دقيقة من الوقت مع الأسف يؤدي إلى عزلة عند الطفل يؤدي إلى عزوفها عن الدراسة يؤدي إلى شغف الزايد في هذه الألعاب وكأن ما يحقق من إنجاز من خلال الألعاب هو هذا الهدف ونشوفها حتى المستوى الدراسي والتحصيل الدراسي وهو أي من الأمور الحياتي الأخرى يبدأ ينكمش ويتضاعل منها وما فعلت أنه أصبح متفوقا في أداء لعبة معينة أو حصل سكورز عالي في هذه اللعبة لا معنا لها لكنه إضاعت الوقت وإضاعت الجهد وحقيقة أن فترة الطفل الأولى من ثلاثة أو أربع سنوات فما فوقها الفترة التي يبدأ ينمو بها وتعريضها إلى المفيد من المعلومات هو يساعد في النمو المعرفي العقل لهذا الطفل ويكون باكي جراون قوي وأساس قوي إلى مستقبل سوي ومستقبل زيد شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والمعلومات حدثنا في الستوديو الاختصاصي نفسي الدكتور علي حميد شكرا جزيلا لتوأتك معنا شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك